تابعتم حضراتكم يعني مدخلة كابتن هاب أمين قبل الفاصل بس الحقيقة عايزة يعني أفصر شوية أو يعني أتكلم بتفاصيل أكتر عن سلة رجال سلة رجال عندهم بطلتين مهمين جدا خلال إسبوعين تتا اللي جاي زي ما حضراتكم عرفتم في سنغافورة هيروح يلعابوا بطلت العالم عندنا بمجموعتنا صعبة بطل الجيليج أو الدولي الأمريكي اللي بعد الانبيا على طول هيكون بطل اللي هو جانت الأمريكي هيكون ده أول لقاء لنا وبعد كده عندنا فرانكا البرازيلي بطل كوبا أمريكا يعني اللي أصدق لكم الفرقتين جمدين جدا أتصور الجيليج هيكون صعب جدا نحن نكسبهم لأنه فريق بيضم أغلب لعيبة الانبيا يعني هو الجيليج ده عبارة عن الدوري اللي بيعد لعيبة الانبيا عشان يشاركه في الانبيا أو بيكون يعني بتسند عليه شوية لغاية ما بترجع اللعيب بتاعك تاني فده بطل الجيليج صعب جدا نحن نكسبه ولكن فرانكا البرازيلي ممكن الحقيقة ما شفتوش ولكن شفتو فريق بيبقى صعب ولكن هتصور بالنسخة بتاعت النادي الأهلي دلوقتي ممكن نعمل مباراة كبيرة بالطموح اللي اسمعناه من أهاب أمين هنخلص دولة العالم في سنغافورة هنرجع القاهرة حسب كلام طبعا نجمين أهاب أمين هنقعد يوم أو اثنين وبعد كده هنطير للدوحة عشان نلعب بطولة العربية لتبتدي فيرسط في أكتوبر يعني نتكلم في 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر في الكويت مع الكويت الكويتي وطبعا حصل خطأ غير مقصود يعني خلينا نقول غير مقصود من الحكم السعودي اللي كان بيحكم المباراة كلفت النادي الأهلي خسارة المباراة وبالتالي خسارة اللقب فعشان كده أهاب أمين بيقول خاصة بعد اللي طبعا مر بينا سنة اللي فاتت وكان طبعا يعني بنحترم دول تحكيم أخطأت تحكيم جزء من الرياضة ولكن أنا بقول على الوضع اللي حصل أو اللي أدى لخسارة اللقب وكان ساعتها مستر راجوستي بوش نزل يعني بيان أو نزل تويتا على تويتر أيام ما كان بقى اسمه تويتر وقال إنه يعني الزروف اللي حصلت والدنيا وحس إن كان فيه من أنواع عدم التوفيق من الحكم في هذا القرار وباعترف طبعا كل الناس ما كانش محتاج حد يقول حاجة ولكن كان فيه أخطاء قال عليها مستر راجوستي وقال إن هنشتغل عليها وأكبر دليل إن احنا بعد كده ما شاء الله دوري وكأس وبطولة أفريقيا يعني حدث ولا حرج وبطولة مرتبط يعني فعلا بالورقة والألم الفريق عدل من أخطاءه وده مستر أجوستي بوش أنه دايما بيدور على الأفضل ودايما بيدور على الأحسن شفنا هاب أمين اتكلم عن الثلاث اللعيبة الموجودة اللعيب المحترف الصنع اللعاب التونسي عبادة واتكلم عن فاكوادي واتكلم عن اللعب التالي طبعا المحترف الأمريكي اللي انضم للفريق فكده الثلاث أجانب اللي هنلعب بيهم في بطولة العالم موجودين مع الفريق مكتمل الحمد لله ما عندناش إصابات الخمسة الدولين راجعين بفضل الله بفضل المكتملين ومن ضمن الإصابات اللي كانت عرض لها هاب أمين كان أحد الإصابات مع المنتخب يعني أصدق لكم كان كسر في يعني هاب أمين ما راحش كده للمستوى ده بطريق مفروض بالورود لا صعاب من إصابات ويقوم يقف على رجله ويقف تاني وقف على رجله فهو ده الحقيقة فريق الكرة السلة طيب الفريق السنة دي بيعتمد بشكل كبير على الناشئين اللي طلعين عندك مؤمن طريخ خيري كريم حاتم لو ما راحش جامعة في أمريكا هيكون معانا إن شاء الله عندك يعني مجموعة من ناشئين جيدين المنضمين للفريق بشكل كويس فعندك تنوع في الأعمار السنية وده بيديك تنوع فني للفريق ده باختصار موقف فريق الرجال كل التوفيق اليوم في البتولتين الجايين نرجع بعد كده على دولة مرتبط نخش في المعمع وابتدى المشوار طبعا على رأيي طبعا عبد الرحيم حافظ المغني الكبير ابتدى المشوار في كل الفرق ونتمنى موسم ناجح زي الموسم اللي فات بإذن الله